اشتركوا في القناة في قدام أبي عبد الله حسين عليه السلام هي حرارة وضع الله في قلوب المؤمنين وأشار عليها النبي محمد صلى الله عليه وآله قال أن لقتل وليدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا إذن مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم وعظم الله لكم الأجر وأحسن لكم العزاء أينما كنتم فأهلا وسهلا بكم في برنامجكم موكب وتاريخ مشاهدين الأحبة اليوم نحن وإياكم في أحدى أطراف كرفلاء المقدسة وهو الطرف المخيم مع كفيل الطرف وهو الحاج رياض نعمل سلمان وكذلك الباحث في تاريخ الشعارة الحسينية السيد ليث عزيز المسوي فنبدأ بالترحيب بهم حياكم الله حجي وانه وسهلا أهلا وسهلا ومرحبا بكم بارك الله بكم مقدما أقول نشكر قناة الإمام الحسين لي دائما سباقة لنقل الشعار الحسينية وأمجاد أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأهل البيت عليه السلام بارك الله بكم وكذلك سيدنا حياكم الله وعظم الله لكم الأجر وأحسن لكم العزاء بسم الله الرحمن الرحيم نعزي النبي محمد صلى الله عليه وآله وبقية الخمسة أهل الكساة والتسعة المعصومين من ذرية الإمام الحسين وبالخصوص الإمام المهدي عج الله فرجه الشريف بهذا المصاب الجلل ألا وهو دخول شهر محرم الحرام شهر أحزان أهل البيت سلام الله عليكم بارك الله بك بداية الحديث نأخذكم حجي بما أنه جنابكم كفيل هذا الطرف أحب أسأل جنابك وكونه هو البرنامج موكب وتاريخ يحجي عن تاريخ المواكب الحسينية وأصل هذه المواكب الحسينية ومتى بدأت تأسيس هذه المواكب إذا سمحت لي حجينا الحاج رياض نعمل سلمون متى بدأت تأسيس طرف المخيم بعد المقدمة قدتها أقول بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعار الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العلي العظيم طبعا طرف المخيم واللي احنا بصدد الحديث عنه من الأطراف العريقة في كربلاء ومن مؤسسي هذه الشعار في مدينة كربلاء المقدسة ودائما عندي كلمة أرددها أنه مدرسة كربلاء المقدسة كانت مدرسة الشعار ولا تزال فجميع الشعار هي مستوحات من هذه الأطراف ومن كربلاء المقدسة ومن قدسية كربلاء التي استمدت قدسيتها من مراقد الأئمة الطاهرين الإمام الحسين وأخيه أبي ثل عباس فالحقيقة موكب عزاء المخيم موكب عريق ويمتد تاريخ تأسيسه إلى سنة 1865 ميلادية هناك ثوابت على الشهادة واللي أسس المرحوم حمد ابن سليمان العويد ومن بعد ابن سلمان الحاج حمد ومن بعد أولاده حمود سلمان ونعمة سلمان ويشرفني أن أكون أخيرا على رأس هذه الخدمة المباركة حجينا طبعا يعني إذا جنابك هم أنت الكفيل وهم أنت يعني تعتبر من المؤسسين لأن أجدادك هم هو اللي أسسوا نعم صحيح هذا الكلام ودائما أن المؤسسين هم كانوا مثل ما بينكم أكثر واحد اللي اشتهر بالتأسيس وفعلا كلهم مؤسسين بس حمود سلمان كان إلى باع طويل في هذا المجال وفي هذه الخدمة والإيد الوحدة مثل يقول لك أنه مطلع صوت فكان يقف إلى جانب أخوانه خدام الإمام الحسين الله يرحمه لي هم كان من نزلة الآباء الحقيقة المرحوم الحاج رضا فحار والمرحوم الحاج محسن حاج رحيم أيضا الشيخ المناقيش شيخ صليب المنقوشي شيخ ديو المنقوشي أيضا دولا كان لهم باع طويل في هذه الخدمة وكلهم حقيقة الإنتاج هذا كل الحسيني طلع من بارك الله بهم دول المجموعة هاي المجموعة اسمح لي خلي أنتقل إلى السيد سيدنا بما أنه يعني عرفت من جناب السيد على أنه هو بما أنه كفيل وكذلك هو من أصحاب يعني ورثت الطرف والهيئة يعني سيدنا عرف لي الهيئة أو التكية ليس سموها تكية ليس سموها هيئة الحقيقة مصطلح كلمة تكية هي مفردة تركية تعني مكان الاستراحة أو مكان الراحة أما حقيقة هي مصدرها من القرآن حيث تقول الآية الكريمة على الأرائك متكئون الاتكاء هو الاستلقاء بمعنى غير الجلوس أو غير طريقة الاستلقاء للنوم يعني المتكئ يكون في ذلك الشكل المستريح هذا المعنى اللغوي لكلمة تكية أما التكاية الحقيقة أساسها الدولة العثمانية ولذلك مفردة تكية هي تركية لأنه الدولة العثمانية هي دولة تركية يعني الحقيقة كانت تسمى الدولة العثمانية وبعد استلام أتا تورك سموية تركية هذه يعني للمعلومة والتي هي سابقا الدولة العثمانية فاللهجة مالتها تركية كانت هذا المكان أيام الدولة العثمانية يدرس فيها الفقه والقرآن وحل المشاكل التي تحدث واجتماع للعلماء والفقهاء لمذهب الدولة العثمانية شون الموالي نقلها سيدنا ونحن نشوفها في كربرة نعم الحقيقة أنه كانت الشعائر الحسينية محاربة حوربت أيام الدولة العموية وأيام الدولة العباسية وأيام الدولة العثمانية يعني سرى هكذا على محاربتها وبما أنه كانت التكاية هي تابعة للدولة العثمانية انفرجت الشعائر الحسينية في العراق على يد الوالي العثماني علي رضا بهاء باش الذي استلم الولاية في العراق سنة 1822 للميلاد ولذلك نلاحظ بأن تأسيس الأطراف والمواكب في العراق في كربلاء والنجف والكاظمية لا نجد له 1700 أو 1800 لاحظ انت سجنابك راح تكون تبحث وراح تشوف بأنه التكاية تأسيسها يعني أقدم تكيا وأقدم موكب في العراق هو في الكاظمية 1840 ولكن هنا 1865 لا نشاهد تكيا أو موكب 1700 أو 1800 لماذا؟ لأنها كانت محاربة من قبل الدولة العثمانية لكن بعد استلام الوالي العثماني علي رضا هواء باش للولاية العراقية كانت أمه شيعية فسمح للشعائر الحسينية بأن تنطلق لاحظوا شلون؟ فبما أنه هي تحكم الدولة الدولة العثمانية تحكم المكان جاء دائما الموالي لأهل البيت يأتي بالموروث ويحوله في خدمة الإمام الحسين فبما أنه التكاية كانت هي مجلس للفقهاء والعلماء والقضايا القرآن كانت فقط في تركيا حتى في العراقية نعم كانت في تركيا وفي جميع الولايات التي تتحكمها الدولة العثمانية ولهناك ملاحظة كلمة تكيا ليس فقط للمدرسة أهل البيت الشيعية نلاحظ التكيا الكزنزانية التكيا القادر يلاحظ من أي نجاءة كلمة هذه التكيا لأنه الدولة العثمانية كانت تحكم كل العراق لاحظوا شون؟ ونلاحظ التكاية في مصر والتكاية في سوريا والشام وهكذا لأنها كانت تحكم تلك الدول فكانت التكاية في العراق موجودة لتدرس مذهبهم ولكن بعد الانفراج حولها محب أهل البيت رحمة الله على أموات الحاج رياض نعم السلمان حيث حولوها مباشرة بعد الانفراج حولوها لخدمة الإمام الحسن زين حاج رياض إذا سمحت لي طبعا نحن لو ندخيل الكربلا بدون الدكيات وبدون هذه المواكب شون كانت هذه الصورة؟ الحقيقة أنه المواكب كربلا تكون بهذا الشكل اللي نشوفه حاليا كانت عبارة عن أزقة ودروب ضيقة ولم يكن أنا ذاك الكهرباء موجود وهاللي قاعد نشوفه الان كان المشاعر اللي هي من النار والخرق ذاك الوقت والأزقة ضيقة المواكب كانت عبارة عن مواكب يعني بسيطة ما كانت بهذا الحجم الحقيقة فالكل بدأت بهذا الشكل واستمرت إلى أن صارت هالوسائل متاحة مثل الكهرباء تعبدت الطرق توسعت هاي فأخذت المواكب ايضا تتسع توسعت بهذا الشكل هذا بس تبقى أنه الأطراف كربلا السبعة أنا أتحدث على كربلا بالذات تبقى أطراف كربلا السبعة هي أساس البناء هذا اقصد الشعار الحسينية اللي هي طرف المخيم وطرف باب الطاق وطرف باب السلالمة وطرف باب بغداد وطرف باب الخان وطرف باب النجف وطرف العباسية هذه الأطراف السبعة مجتمعة هي المدرسة الأولى لهذه الشعار ولا تزال ونشوف الآن العرف اللي سادة الآن هي اللي من بداية العاشر أول من محرم إلى العاشر محرم أنه تشارك بهذه المسيرة العاشرائية وتشارك بهذه المناسبة وتحيى هذه المناسبات سيدنا بما أنه أنا سألت جناب الحاج قلت له إذا نتخيل كربلا بدون هذه الجمالية اليوم وهي جمالية التكيات والمواكب شون تكون صورتها؟ يعني في الحقيقة هو قبل أن تتكلم دعا سمحت لي أقول على أنه حجين أصحاب المواكب وأصحاب هذه التأسيس هم أصحاب الفضل اليوم على كربلا بصراحة يعني أنا هذا اللي أشوفه جنابك شون تحب؟ أكيدا أكيدا طبعا هو في الأساس الذي يزهر ويقدس كربلا هو الإمام الحسين واب الفضل العباس وأهلي وأصحابه حيث أن لو لا هذه الأجساد الطاهرة فإن كربلا لا شيء هذا من جهة أما من جهة بقية الناس هؤلاء الموالين هم إعلاميين بالفطرة يعني نلاحظ حينما تأتي وترى موكب عابس الشاكري يعني ليس من مدرسة أهل البيت من هو عابس الشاكري؟ يبدأ يبحث لاحظ فكرة إعلامية لجذب لإفهام الناس مصيبة الإمام الحسين على هذا الأساس كانت هذه المواكب وهذه التكاية هي مراكز إشعاع لتبين مصيبة الإمام الحسين خصوصا ومصائب أهل البيت عموما تلاحظوا شون؟ ولذلك أصبحت إذا صح التعبير درر تضيء هذه الأماكن وتنور يعني الحسين هو الشمس الذي يضيء كربلة وتأتي هذه التكاية مثل النجوم لتصبح بتلك الجمالية التي نراها هذه الأيام نعم زين حجينا يعني اللي أسسوا هذا الطرف بجنابك طبعا ذكرت على أنه شاركوا وساهموا ويأجدادكم الله يرحمهم شون كان تأسيسهم بداية للطرف؟ لابد أنت يعني سامع القصص عنهم أو قارع عن أجدادك بالخصوص يعني هذا تأسيس الطرف لأن تدرك كل بداية بها صعوبة شون أسسه للطرف؟ بالنسبة لطرف المخيم طبعا طرف المخيم كان يطلق عليه قبل اسم محلة الشيخ عيسى طرف الشيخ عيسى نسبة إلى الشيخ عيسى كمونة وبعد ما شيد المخيم الحسيني في زمن الوالي مدحة باشا تحديدا توجه إلى زيارة كربلة آنذاك ناصر الدين شاه قاجار من إيران وكان في استقبال مدحة باشا فتم توسعة هذا المخيم الحسيني المخيم أنه لكن لم يكن المخيم الحسيني بل كان مقام الإمام زين العابدين حسب ما يذكر بعض المؤرخين يذكرونها شيئا كان مقام الإمام زين العابدين كان المخيم يمتد من هذا النهاية أو بداية المخيم أما النهاية كانت المحطة القطار القديم على هذا الامتداد وهذا المكان كان مقام الإمام زين العابدين بس التوسعة صارت في زمن مدحة باشا والطرف تغير اسمه من طرف الشيخ عيسى ومحلة الشيخ عيسى إلى طرف المخيم نسبة إلى المقيم الحسيني أكفت حادثة طبعا يروه المؤرخين التاريخ يذكرها هذه الحادثة عن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يقبل الإمام الحسين عليه السلام كان يبكي فأم سلمة تقول راك يا رسول الله تبكي وتقبل حفيدك هذا المفروض تكون مسرور قال يا أم سلم أعلمي أن ولدي الحسين يقتل في زمان خال مني ومن أبيه ومن أمه وأخيه وفي أرض يقال لها كربلا فخذي هذه القارور وأتاني بها جبرائيل من تلك الأرض ومتى من قلبت دما عبيطا أعلمي أن ولدي الحسين قد قتل قالت يا رسول الله من يبكي على ولدك الحسين قال يأتي زمان على أمتي رجالهم يبكون على ما أصاب رجال أهل بيتي ونساءهم يبكين على ما أصاب نساء أهل بيتي وأنا أكون شفيعهم يوم القيامة الحقيقة البداية كانت هذه أنه الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتنبئ بهذا اليوم وعند علم بأنه راح يأتي رجال وخدمة لأهل بيت ونشوف الأعداد سنة بعد سنة قاعد تزيد وتتكاثر المأتم الحسيني آنذاك لم يكن مأتم سوى الأول مأتم حسب التاريخ وحسب الاجتهادات الموجودة النصب على الإمام الحسين هو يوم عاشراء عندما قتل الإمام الحسين وهامت النساء والأطفال العقيلة زينة بتقولها ماذا نفعل يا الإمام السجاد يا ابن أخي قالها هي مو في الصحراء هي مو في الصحراء فالمناحة والبكاء بدأ والجزع في ليلة العاشر من المحرم هو أذكان أول مأتم على الإمام الحسين وإن يستمر التاريخ يشرد لك أنه متى وظلت المآتم بيّنت على أنه هذا التوسع اللي صارت وهذا احنا نلاحظ الطرف صار عنده أكثر من هيئة ربما هذا يكون هذا إحنا هاي بس أنا أحكي لك كده ما أقول لك ما كان الله ينمو وفعلا أنه تطورت كربلا واتطورت المآتم واتطورت الأطراف وتكاثر البشر وبدت الأعداد اللي يقع نشوفها كانت بالعشرات أصبحت الآن بالملايين نتيجة أنه كان متنبيين لهذا الشي أهل البيت كانوا أعدادهم أتباع مثب أهل البيت قاعد يزدادون يوم بعد يوم فالحقيقة الشعار الشعار لها تأثيرها أجلاتكم شون الدعم ما كان المواقب بهالشكل هذا يعني كلهم كان يمتهنون الزراعة وعدهم مزارع وعدهم تجارة وعدهم من هالقبيل سلمان جدي سلمان الحاسي حمد كان رئيس بلدية كربلا أول رئيس بلدية سنة 1907 وتوفى سنة 1913 فخلال تلك الفترة يعني هاي كان منصبة وبعدها إجاء حمود السلمان كان أيضا عندنا الأملاك كانت موجودة ناس عندهم أملاك عندهم بساتين فكان الإيراد كلها يصرفون على بس بنفس الوقت أيضا كان هناك مساهمات من أبناء الطرف أيضا كان لهم مساهمات كل واحد ابتغاء مرضات وجه الله وكان يساهمون نهاية حتى يطلع عنهم طبعا كلهم هدفهم كل واحد يعتز بمنطقة وفي المنطقة اللي بيها مثلا ابن المخيم يقول لك أنا ابن مخيم ابن باب الخان يقول ابن باب الخان فالمنطقة أيضا كان يعتزون بيها لأنه كبرى وترعرعوا بيها والذي دا نشوفها الآن الطرف هذا اللي دا ينزل بهالحلة هذه بعد طبعا مساهمات نفسها؟ لا أحنا أدخل شغلة وحدها مساهمون مرة ثانية دعم الهاتف أنا أحب أدخل شغلة وحدها طبعا إحنا ما ننسى فترة فترات عصيبة مر بيها البلد بصورة عامة وكربلا بصورة خاصة 35 سنة صار بيها انقطاع للشعار الحسينية هاي 35 سنة أحدثت فجوة بالذاكرة عند جيل كامل جيل كامل أو جيلين نقدر نعنها هذول الأجياء ما كان يعرفون شنو الشعار الحسينية الحقيقة بس سامعين أنه هذا أبو كان بهالموكب وذاك جدة كان وذاك أم كان وذاك أخو كان كان سماع سامعين فبدت بعد سقوط النظام بعد ما أخذ النظام جانا جديد طانعا في مساحة كبيرة من الحرية لتعبير لإظهار الشعار لممارسة الشعار بدت رجعت المواكب من جدة وجديد بحلة جديدة ورجعت إلى سابق عهدها وبل أحسن سابق عهدها وبدت الممارسة الحمد لله ازدادت الأعداد شكرا ممكن يتوافقني بالرأي حاجة على أنه الإبداع الحسيني اليوم أصبح يعني أنا لاحظة يعني الحمد لله صارفت منافسة وهذه المنافسة بين المواكب وبين الآيات مشرفة يعني شفت في بعض الأحيان سيدنا أو بعض التكيات أكفت آلات أو أكفت صور معينة بهذه اللالات ومن أسأل يا بهذه اللالة مين يقول هذه اللالة محتفظين بها من السلة الفلانية أو لا رحنا للهند مع العلم اليوم الموالي قام يسافر حتى يجيبي الشغلة الزينة وأفضل نوعية وأفضل صورة للموكب مالته أو للطرف مالته موضوع اللالات سيدنا إذا سمحت لي نحن دائما نشوف صور معينة باللالات وهو الناس تسأل شنو هذه الصورة وليش هذه الصورة صورة لأشخاص أحسنت الحقيقة هي صورتين الصورة الأولى لناصر الدين القاجاري كما تفضل الحاج وهي هاي فتحكمة من الله سبحانه وتعالى من يعني يساهم في الشعائر الحسينية أو يؤسس للشعائر الحسينية في أن الله سبحانه وتعالى يخلده إلى يوم القيامة الصورة حسب الزيء التركي تمثل علي رضبهاء باشا يعني عندنا بعض الأطراف القديمة عندها لالات تركية قديمة وبها صورة علي رضبهاء باشا الذي سمح بالشعائر الحسينية في العراق لاحظ شوفوا شون الله سبحانه وتعالى خلده والصورة الثانية لناصر الدين القاجاري الذي ساهم بتذهيب العتبتين المقدستين آنذاك وكذلك الله سبحانه وتعالى ما نسى فضل هذا ولذلك الناس تضع هذه الصورة يعني منذ كم ملك وكم سلطان وكم حاكم لا يعرف مو شكله اسم لكن لاحظ احنا نتكلم عن 1820 وصورته لحد هذه الأيام تمسح وتنظف جنابك تريد يعني أنا أريد أقول أنا أريد أقول لخدمة الإمام الحسين أنه هذا حكمة من الله من يخدم قضية الإمام الحسين في أن الله يخلده إلى يوم القيام حسن بارك الله نعم هذه الموكب أو هذه التكية اللي نحن نشوفها صحيح نعم الحاج هو كفير نعم لابد هناك من يساعده أكيد يعني كما تفضل الحاج يعني عشيرة المناقيش كان الهدور وممثلهم الحاج أحمد سليبي وبيت الفحام كذلك حج رسول وحج سعيد قد يكون حج رياض هو يعني أفضل وأبلغ بدورهم في ذلك الوقت في قضية التكية نعم 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 الحج سعيد نعم الله يحفظكم بلي طبعا الأخ سعيد أخويا سعيد وأخويا رسول هم أبناء عمي الحقيقة ربه أخي لم تلده أمك هم ذول أخواني الله يرحم حمود السلمان كان عنده أخوه حقيقة اللي هو رضا فحام كان أخوه والحج محسن حج رحيم أيضا كان ذول أخو أخوه ما أعتز بهم يعني هم ما يعتزون لا أحد يعتز بالثاني كان هذول ما كان يتفارقون وشاعة الأقدار بعد أنه كل من انتقل إلى جوار ربه وبقينا إحنا والأخوان بس أخويا أبو زيد الله يحب الحج يساعد هم انتقل بس راح إلى الخارج العراق الآن يقيم في خارج العراق ومن حسن اللحظ أنه أجه في زيارة محرم حتى أكيد 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 إذا كان هناك أو هناك عظم الله أجورنا وأجوركم بصاحب سيد الشهداء الحسين عليه السلام ونسأل الله أن يديم هذه النعمة علينا نعمة الخدمة الحسينية بالنسبة تعقيبا على كلام الأخ حج رياض حقيقة والدي الله يرحمه حج رضا الفحام كان يعتبر نفسه تلميذ للمرحوم أخوه تشفير حمود السلمان وكان دورة يمكن أهل المحلة يعرفون دورة كل شيء بهل المجال هذا وكان عنده خان الفحم مالته هنا يم القنطرة مالته الحسينية حقيقة كل يعني الأشياء الخاصة بالموكب كلها كانت بالخان مالتنا سواء الهوادج والإعلام وقبة القاسم والخيم وكان يعني أيام من بعد ما يخلص يعني احتفالات عيد الغدير وزيارة الغدير نبدأ نتهيأ إلى محرم كان العمل الأول اللي كان نبدأ به نطلع الهوادج نبدأ نقسلهن ونصبغهن وبعدين الأخ الله يطي العافية تقي مفلس كان محل هنا برأس الدربونة هذه ذكريات ذكريات حلوة فهذا كان يجي هو يشد لنا المكاين مالت الهوادج ويشعل لنا الفتائل والشغلات نعم عمل فني يعتبر فعلا ذاك الوقت حسيني طبعا حسيني طبعا ما للطرف هو كان يعني اختيار إلى أبعاد معينة لو كان يجي على بارتهم اعتبار في هذه الأختيار هي الحقيقة كربلا كلها مدينة مقدسة بس طرف المخيم إلا خصوصية يعني أغلب العلماء والمراجع رجال الدين كان يقطنون هاي المنطقة وأمثال السيد أبو الحسن الموسوي كان يقطن المخيم سيد محسن الحكيم رضو الله عليه المرزى مهدي شيرازي السيد مرتضى الطرطبائي الشيخ أحمد زين العابدين وبالإضافة إلى السادة المدرسية كان أيضا الشيخ محمد الخطيب العلامة الخطيب طبعا مدرسة دينية كان موجودة هنا أغلبهم كانوا يقطنون هاي المنطقة المنطقة ميزتها شنو أنه تقع يعني قبر الإمام الحسين يقع ضمن المنطقة المخيم المخيم الحسيني تسميته المخترف المخيم من المخيم الحسيني أيضا المخيم الحسيني يقع ضمن هالرقعة التل الزينب يقع ضمن هالرقعة فالكل حقيقة إنه يتباركوا بها القطعة وجوا وسكنوا هنانا طبعا هذا الحديث ممكن ثلاثمية أربعمية سنة الله يعني شغلة أنه مو هاي قرون يعني منذ قرون والمدينة ما كانت هاي كان مدينة كربلها مسورة بسور وكل زاوية كل منها المنطقة من هذا السور يطلق عليه مثلا باب الخام باب العلوى باب المخيم الطرف هو يعني الزاوية أني نقدر أول حد يعني أحد أطراف هذا السور طرف المخيم أحد أطراف السور طرف باب العلوى اللي الآن يطلق عليه باب بغداد أحد أطراف السور باب النجف أحد أطراف السور باب السلالمة اللي كان يسموها محلة تشاتشين قبل يعني إذا سمحت لي الطرف باب النجف وين تحديدا؟ شوف هنا طرف باب النجف من الأطراف القديمة يعني أنا أقول لك أيضا طرف عريق قبل أنا حتى للتاريخ أذكرها طرف العباسي انقسم من باب النجف صارت الجديدة كان يسموها في زمن متحة باشا أيضا نفس التاريخ اللي استحدث بالمخيم الحسيني صار طرف العباسية بس قبلها كان هو كل هاي المنطقة يعني العباسية وباب النجف كانت منطقة وحدة يعني صارت العباسية الغربية والعباسية الشرقية هاي كلها كانت تنضم إلى طرف باب النجف أيضا طرف المخيم كانت أربع أطراف تقريبا باب العلوى أربع خمسة أطراف كانت فيه كربلاء اللي هي عبارة تحد السور يعني داخل السور أو أبواب كان يسموهم باب الخان باب بغداد اللي باب العلوى باب المخيم فكلها كانت أبواب ضمن السور وأما الأطراف هو الجزء فانشال السور بقت التسمية موجودة أنه طرف مخيم باب المخيم وطرف باب السلالمة وطرف باب النجف أيضا ظلت تسمية موجودة هل هي حقهم كذلك أطراف مستحدثة فرضا؟ هل مسامح على أنه؟ هذه مسألة ثانية هذه الحقيقة إحنا تكربلاء توسعت أدنى الأحياء الآن كانت موجودة هذه الأحياء قبل ما كان موجود أدنى لا حي ولا أطراف كلها ضمن القصبة مركز المدينة هذا موضوع ثاني إحنا على الحداثة اللي صارت على الحداثة اللي صارت نعم صار اجتماع بين أطراف كربلاء وقالوا أنه نعتبر حي العباس في طرف من الأطراف وأيضا جمعية باب طواريج اعتبروها في الطرف أيضا من الأطراف الكل يطمح أن يكون طرف لأنه الطرف هو أكبر من الهيئة أكبر من الناحية أكبر من القرية يعني ما رادوا أنه يسموه حي هذا رادوا يطلقون علي اسم طرف لأنه توسع وناس قاعدوا بيهم ما تأكثرهم أغلبهم أبناء كربلاء أهل مولاي اللي نسميهم سكنوا بهذه المناطق وتوسع فأنا من أقوم بالطرف العباسية العباسية كان العباسية الغربية والشرقية انقسمت إلى جهتين الغربية كانت أنه من باب النجف أيضا وتوسعت صارت الآن العباسية اللي هاي بطرف العباسية وبيها الغربية وبيها الشرقية شلون أننا نقوم الغربية والشرقية أنا أقول لك الغربية هي ضمن باب النجف كانت محلة باب النجف كان قبل الغربية كانت باب النجف هي نفس العباسية الغربية كان يطلق عليها وانقسمت وصارت الحالة الآن فالمهم المدينة قاعدة ناهيك عن الأحياء اللي أنا موجودة الأحياء تقريباً أكثر من 80 حي موجود في كربلا هاي الأحياء اللي اشتحدثت حديثاً اللي قبل سقوط النظام وبعد قبل ما يسقط النظام وبعد استحدثت كثير من الأحياء في هذه الخارج كربلا زين حجي يسمح لي هنا ننظف عندي الأحياء وبعد هنا نأخذ الحجي حجينا الغالي يعني بما أنه أنتوا دائماً تسندون الحاج رياضنا مساء نعم هذا طبعاً النصب يحتاج لوقيت وحتاج لجهود شنو دوركم بالطرف يعني خلي نقول بالنسبة لهودج يعني إنهيئ إحنا والإعلام أيضاً إنهيئ وعندك إحنا نسميها اللوكساتا ويشيلوها قدام كل جوقك إنارة يعني هايها من نهيئها والهودج لا عدل هودج عدل هودج والأولي يعني المشعل والهودج هذا اللي يصير قدام العزة كلها فهالشغلات نهيئة بعدين القطعمات المستهلات اللي الجوقات تردها هاي أيضاً تتهيئ نهيئها إحنا هذا اللي نقوم بي ونشارك بي حجي هسا حالياً أنتو يعني ما متواجدين بالعرابي بل يعني إحنا نقول بموسف هو من واحد محرام هو نعم إلى شهر صفا نعم هناك شنو تسوون أعمالكم هناك شنو من حقيقة هناك عدنا حسينية في لندن عدنا حسينية الحسينية الكربلائية نسميها وحقيقة الفعاليات المستمرة على مدار السنة تقريباً هي أكثر حسينية بها فعاليات في لندن وفي أوروبا أيضاً كلها مشهورة يعني يعني أقدر أقول لك هسا يعني تقول الحسين استشار بلندن من كل أوروبا يجون لهناك من كل أوروبا ومن السويد من ألمانيا من دنمارك من هولندا من نروج كلها تجي إلى لندن وبالذات إلى هالحسينية حتى يشوفون الفعاليات من مجلس حسيني إلى لطم إلى زنجيل إلى حتى حتى تطبير أكو نعم حتى يوم يوم العاشر عندنا بالحسينية أي دعم مستهلات لا لأن مكان ضيق ما نقدر نسويها عزو ودائما نحن نشوف الكراديس أو الجوقات الحسينية نعم لا هذه ما موجودة هذه نسويها فقط في زيارة الأربعين زيارة الأربعين أكو يعني تجمع بالحقيقة مون بس العراقيين كل الشعاء عراقيين ولبنانيين وباكستانيين إيرانيين من كل الجنسيات يجتمعون في منطقة فيلم لندن اسمها ماربل أرش وعلى شكل جوقات وكل تبعوا تعرف اللغات راح تختلف وكل قومية بلغتهم يعني ومسافة حوالي فتكين مترين يعني يرحون إلى مركز إسلامي موجود النهاية تكون هناك على شكل مثل ما الفضل لأن الماقلين إجازة من الحكومة أو حتى الحكومة توفر توفر حماية يعني تحجز جزء من الطريق للمسيرة هذه ورجال الشرطة يؤمن يواكفون كحماية نعم 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 نطرق حجريات طبعا توقفنا عند المناطق المستحدثة ولكن إذا سمحك سؤال يعني بخصوص التأسيل وخصوص يعني هذا الطرف هذا الطرف دائما نحن نشوف الشباع وبين الناس الخيرة الناس شنو تستفاد من هذا الطرف طرف هو عبارة عن البيت خلني نقول يجمع الجميع يجمع الكل فكل طرف الإنسان إذا طلع من طرف فطلع من بيته فإحنا عايشين هنا أنا كعائلة وحدة وكأسرة وحدة وكل أخوة متخاوين وما أعتقد يعني البيت غير ينطيم أدت معاني فالبيت هو بيتنا الطرف هو بيتنا والطرف هو سكننا الطرف هو مرجعنا مشاكلنا طرفنا فنحاول لأم أنه يجمعنا هو الطرف فاللي لأنه نشوف لك إلى ميزة يعني وإلى نكهة غير نكتنا يعني إذا طلعنا هسا خارج حدود المخيم أعتبر أنه طلعت من بيتي هنا فإلى معاني عدة معاني الطرف فالمهم بالنتيجة أنه يحظن الكل يعني تشوفون الناس أو الشباب يحتضن نعم 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 يحتضن دائما ويعتزون يقول لك أنا ابن المخيم ذاك يقول لك أنا ابن باب السلامة ذاك يقول لك أنا ابن العباسي يعتزل إنسان بمرجعيته إلى طرفه جدا حاجح نشوف طبعا دائما بالحزر إذا نزل أكو قبة القاسم وأكو مشعل وأكو هوتج أو مرات يسموني الهودج والمشعل يعني هنا أكو شخص مسؤول على هذا الهودج لو لا ابناء الطرف كل واحد يتبنى لشغلة من هالشغلات هذه كل ابناء الطرف طرف المخيم أنا بصدد الحديث عن طرف المخيم طرف المخيم مثل ما ذكر الطرف عريق ويجمع كل أحنا الأعمدة لها الطرف أدنى أعمدة الحقيقة أدنى أشار في هذا الطرف أنا قبل ما أتطرق إلى موضوع قبة القاسم ومشعل طرف المخيم ذكرت المراجع اللي كان يقطنون يسكنون في هذا الطرف أيضا أكو بيوتات في هذا الطرف أكو عشار بهذا الطرف ذول أيضا ما يكمل الطرف إلا بوجوه ما كمل يعني هذا العزم ينزل مثلا في سبيل المثال عزاء المخيم عزاء المخيم كان يطلق علي اسم عزاء الشيخ عزاء الشيخ هو نسبة إلى الشيخ من آل كمونة آل كمونة ديوان آل كمونة في المخيم وكان يصدرون المسير في هذا الطرف بشيخ فخري كمونة شيخ حميد كمونة شيخ محمد علي كمونة وبعدهم الله يرحمه المرحم شيخ عبد الحسين كمونة والآن ابنهم شيخ علي كمونة يصدرون هذا هو لجانب عدنا العشائر اللي تقتن الطرف عدنا لازم نطرق أيضا عدنا عشرة المناقش من أعرق العشائر الموجودة هنا فأيضا هم أحد أعمدة هذا الطرف عزين وطبعا الآن كلهم اللي راح وراح وكان دائما يتقدمون المسير في موكب عزاء الطرف المخيم الله يرحمه شيخ صلايب المنقوشي بدياوي المنقوشي قبلهم أباءهم كانوا بالأضافة إلى أباءنا الله يرحمهم أيضا بنفس الوقت لننسى أنه عشرة الرحيم كانوا الرحيم موجودين هنا من اللي توفوا مسلط العبد وكاظم العبد الله وحميد العبد وكثير منهم هؤلاء أيضا محسوبين على طرف المخيم أيضا العبودة أيضا القريشات عزيزي القريش وذولا وما ننسى أبناء الطرف أبناء الطرف اللي موجودين بيت السادة اللي هما بيت الجلوخان أدنى بيت الددع أدنى هؤلاء كلهم من أبناء الطرف المخيم هؤلاء عندك غير سادة بيت الخطيب عندك بيت المأمار موجودين بيت قردلة موجودين فذولا كلهم أبناء الطرف كلهم مجتمعين هؤلاء لكل مجتمعين يكونون طرف المخيم وبالتالي أفرز هذا الطرف اللي هي موكب عزاء طرف المخيم اللي قاعد نشوفها الآن إحنا نرجع إلى حديثك إنه على القبة القاسم وعلى المشعى القبة القاسم طبعا فدرمز من الرموز اللي هي يتمثل القاسم الحسن الحجلة يسموني يطلقون عليها الحجلة الحجلة القاسم شاب كان وعلى مختلفة للزواج أنه يريد الزواج واستشهد قبل الزواج مالا فهذا الحدث يمثلوا بقبة القاسم يحول الروفعون هاي الحجلة والحنة والملبس أنه كان عريس الهودج يطلق عدة معاني الهودج الهودج هو عبارة أنه قال أنه كان المحمل أنه يحملون براسل حسين كان في الهودج هو الهودج اللي يضع على البعير وأيضا يعتبره فد رمز من رمز يتقدم الموكب مقدمة كل موكب أنه هودج هذا الهودج مال باب الخان هذا الهودج مال باب السلاة معروف يعني هذا الهودج مثلا المخيم نعم 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 أشكاله هو من شكله معروف أنه هذا ينتمي إلى الطرف الفلاني أو ذاك الطرف وأيضا هو كمعنى هودج قلت لك أنه الهودج اللي كان يحملون براسل حسين وبنفس الوقت يعتبر رمز للطرف من رمز الطرف وهذا طبعا أكو ناس أبناء الطرف كلهم مجتمعين كل واحد يأدي لخدمة بإنارة بالزينة اللي موجودة بقسم يتولى عملية بقبة القاسم وقسم يتولى العملية الهودج نفسه طبعا هستذكرتني وانا نجم أرجع الحجي بس أكو مسألة جدا مهمة يعني أنت ذكرت على أن الأطراف اليوم هي تمتاز هودج أهل النجف مشعل من نار حتى هم كذلك مختصين به إحنا قبل كان مشعل كلها نار قبل ما يكون عندنا الكهرباء مثل النجف وقت على هذا ظلوا كتراث إنه يحضلوا يحتفظون به إحنا فعندنا الطورة وإنه نجمع حسنا صارت على الكهرباء حسنا الهوادج يعرف شما بس الناس ظلوا يعتزون يعتزون بالهودج اللي هو الفتيل أو الأوبرا والما أعرف إيش اللي قاعد نشوفه النفط يعني على النفط قسم منها على الغاز قاعد تشتغل حسنا طرب باب بغداد اللي هو دهجمال اللي تم على الغاز يشتغل بقيت المواكب عندك على النفط وقسم على الكهرباء بعدها يشتغل فصار فالتطور بهالعملية هذي بس يبقى هنا أكو مسألة جدا مهمة الأربيد اللي هو من الجهة يعني هذي يسموه بصين شي سموه التنين يقولون رأس التنين حاولوا أنه تلغوه فأنا سألت حقيقة رأس التنين يعني دائما نشوفه احنا فوق البيت واحد يخلي له فالدراس مال غزال أو قرن أو كذا أو عن العين فهذا لما الوزن ماله يطلع حوالي تقريباً 350 كيلو 400 إنزل شخص واحد يحمله فهذا خلي عن العين كان حتى يطرز الشر يعني هذا المعنى ماله معنى ثاني فمنها الباب هذا حبته واضح النقطة هاي حج أحمد سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعظم الله أجرك وأهلا وسهلا ومرحباً بيطرف المخيم أهلا وسهلا ومرحباً حج أحمد دوركم هنا بهذا الطرف الطرف المخيم شنو دورك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد الله صلى الله محمد حقيقة مثل ما تفضل أخويا الشيخ رياض نحن بالنسبة الطرف أنه هو البيت بيت اللي قاوي كل أبناء المخيم والحمد لله واشكر حتى اللي ينتقلوا حالياً إلى خارج المركز المدينة في الأحياء أمه في الممارسات والشعائر موجودين معانا وخصوصاً في عشر محرم والأربعين حقيقة نحن ما أجقتنا القضية اعتباطية نحن فكينا عيننا لقينا الطرف ولقينا موكب طرف المخيم ولقينا يعني أنا لحقت على والدي جدي أنا ما ملحق عليه بس السمع مثل ما أتحدث حج رياض حقيقة رضينا على العملية هاي أنه في عشر محرم يكون متواجدين دائماً في طرف المخيم وأنا بالنسبة لي من عمري يمكن خمسة سنوات كنت أتواجد بتكي لأن كان عندي أخ راح الله يرحمه وكان والدي تدفعني أنه أكون متواجد بتكي من مكانه ففكينا عنه على هالموضوع وهي الشعيرة اللي حقيقة نحمد الله ونشكرا أنه رجعت ورجعت بقوة إلى هذا العهد حقيقة نحن في الطرف يعني مثل نقول خلية نحل الموجودين بالطرف من أبناء الطرف ومن العشائر ومن الساد والأجلاء كلنا نتعاون على أظهار طرف المخيم بالمظهر اللائق في هذا الشعير شيخ أحمد يمكن إذا سمحت لي يعني هن بعض الأحيان هذا الطرف بالتحديد تحلون به مشاكل العائلية الإختلافات بين الأخوة الإختلافات بين ولد العام له هنا فقط يعني القضية الحسينية اضطرحوها لا أكثر لا حقيقة يعني كثير من الأمور اللي صارت عند أبناء الطرف يعني اليوم كنت المغرب يعني في قضية من هذا النوع أكو فد مشكلة بين شخصين وحاولت أن أقرب وجهات النظر هذا احنا عاملين به على مستوى الطرف كله يعني قضية من تصل إلى مسامعنا أنه هناك مشكلة بين شخص وشخص نحاول بأي طريقة أنه لا تصل إلى مراكز شرطة ولا تصل إلى عشائرهم أنه نحلها في الطرف ونحلت يعني أنا في بيتي نحلت كثير من هاي القضايا يمكن أن يكون شهود عليها وإخواني اللي موجودين بالطرف استاهموا بهذا الموضوع ومشكورين اللي استمعونا وهي الهداية من الله احنا نقول والعشائر ساعة رحمن ساعة رحمن تكون موجودة وحلينا هواي من القضايا بداخل الطرف يعني الحمد لله واشكر عندنا طرف يعني متميز مثل ما قال حجري عندنا ناس مخلصين يعملون للطرف وهاي فالنعمة مننا عام الله سبحانه اللي شخص ميح شخص آخر اللي قاطع صلة الرحم من راح يتواجد بالطرف راح يتواجد بالتكية بالهيئة راح ترجع المحبة ويرجع التسامع نعم نعم احنا حقيقة في عشر محرم يعني هذا معروف عن كل أهل كربلة كلها شاد عصابها وعصابها متوترة والصير هواي صير قضايا ولكن تحل في نفس الدقيقة يعني نسعى في كل جهدنا أنه نحل الموضوع في نفس اللحظة والحمد لله وشكر كثير من الأمور يعني أقول لك 95% هالأمور يصير تنحل في نفس القضاء طبعا بركة الحسين طبعا احنا يعني نعمل بركة الحسين ومن نتجه على هيتش ناس وهذا يعني مصطلح لا نقول ننخبى عبد الله إليهم يعني ما حدنا غيره وحقيقة الحمد لله وشكر يعني تحققت هواي أمور الحمد لله رب العالمين كذلك حجين الغالي يعني إذا سمحت لي تحدث لي عن أجدادك اللي تخدموا بهذا الطرف والله أنا اللي يعني سمعته من والدي يعني جدي أبو أبو والدي علي الفحام أيضا كان مساهم وي يعني بالفعاليات مع عزائل حسين في المخيم مع المرحوم عبود السلمان وحمود السلمان والباقين اللي موجودين بالمحلة هاي بالنسبة الجدي أما أكثر من هذا ما سمعت يعني بعد ما موروثة فرضا سامع فتقص معين عنهم شون كانوا يشتغلون شون كانوا يبنون هذه التكية أو هذا الطرف لأن تدري البلوز ما متوفر بها صحيح 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 يعني الناس كانت بالنسبة الموضوع يعني التبرعات موجودة هذي أنا أذكر أيام محرم من كان يصير بداية أو قبل محرم كم يوم كان تشكل لجنة يعني هذا لحقت عليه مو أحد سوال فليا كان يطلع لجنة من الله يرحمه نعمة سلمان أبو رياض وكان يطلع الله يرحمه حج بدياوي أو حج صليبي المنقوشي وكان والدي يطنعوا لجنة يفترون على المحلات مالة الطرف أو حتى خارج الطرف من جماعة نقسم من أهل المحلة محلاتهم خارج الطرف فيفترون عليهم المنتبرات من عندهم وما بيها شي يعني هذا خبارة للحسين أي وشي آخر من نسبة للتكية كثير من القضايا كانوا يستعيروها من البيوت يجيبوها للتكية يخلوها يعني مو بالضرورة هي تكون خاصة بالتكية آنع هسا لا الوضع تغير لأن قلت لك الأمور هسا الأمور المادية الحمد لله كثير أحسن قبل شوية الأمور ما كان المادية فكانوا يستعيرون هاللالات والشغلات يجيبوها يخلوها بالتكية يعني مو بالضرورة كلها خاصة بالتكية ويعني ما زال إحنا وصلنا إلى هالينمو أحسن يعني على ذكر التكية والناس اللي تعبت اللي بالتكية اللي إحنا لحقنا عليها وحج أحمد أمي ذكر الله يرحمه عباس عباس الحلاق وحج حسن بن حج جواد المعمار وحج سيد علي أبو شوارب الله يطل عافية والصحة عباس تيرياكي عباس إبراهيم بعد كثيرين جزء اللي أخبو حسن شو تذكر من عجلنا واللهما يعني الأساسي اللي كان يعني العمل بالتكية اللي لحقنا عليه ممكن أبو زيد أكبر من عندي كان عباس حلاق الله يرحمه هو اللي كان يبادر هو اللي من جور الحلاقة كان يحط صندوق يذبيه يوميا مبلغ الآن يكمل لا محرم تحدثلي عن أجدادك شلون كانوا الله يقول لك كان اللي لحقت يعني جد والدي والدي كان صغير وتوفى فما لحقت عليه ولكن السمع أنه كان جد والدي على المحمد المنقوشي كان يعني علاقته كانت قوية مع الله رحمه حجي حمود السلمان يعني كان موضوع العزة وكذا هاي الأمور كان يدير واسه وطلما تحظى الحجي سعيد من كل صلاحة أنا شوفكم كذلك يعني يعني أشوفكم متصدينهم بالعزة واقفين بالعزة كيف يمكن الارتباطات والالتزامات ما تمنعكم عن هذا الشيء يعني بكل الأحوال جد إمكاننا يعني موضوع عشرة محرم كلها تؤجل إلى بعد عشرة محرم يعني إلا اللي صير بيها في هذا موضوع أنه نحاول نحن القضية وكذا مشكلة ولا المواضيع هاي كلها تؤجل إلى بعد محرم حتى يكون متبرغين أحمد أريد أسمع منك هذه الحكمة عند أهل كربلاء المقدسة وبعدها أختم دائما أسمع على أنه أهل كربلاء المقدسة إذا صارت عدهم مصيبة وإلى الله يبعدنا عني المصائب وسيأقدار إذا صارت فرضا في أيام التسعة أو أيام العاشر إذا صارت عدهم فرضا حالة وفاة تتأجل هذا حالة وفاة إلى متى حقيقة هذا الموضوع صاروا إيانا يعني أحد شبابنا توفى في يوم سبعة محرم وكان في بغداد ونقلوا إلى كربلاء ودفننا أذكر يعني دفننا يوم ثمانية محرم الصبوح وأجلنا الفاتحة إلى ما بعد الثالث الإمام والمرحوم كان عادل من جاس المنقوش الله رحمه وبشار يعني هذا صاروا ويانا وهذا معمول يعني اليوم الناس كلهم متفرغة إلى والله بكربلاء هذا لا أحنا محافظات محافظة بس بكربلاء هذا موجود يعني كثير من الناس يعني يصير عندهم الأربعينية يأجل إلى ما بعد الأربعينية حقيقة حرص أبناء كربلاء أنه يظل متواصل يعني أنا يوم من أكو عندي فاتحة راح أترك الموكب يعني طرح أروح للفاتحة وتعرف أنت هسا اليوم الفاتح صارت يعني شغلتها ثقيلة فيحاول أنه واحد يكون متفرغ إلى طرفه إلى موكبه والفاتحة صير بعدين أنت حتى من تريسه فاتحة يعني أغلب الناس عدى عزيات العصور وعدها مواكب الأطراف وكذا وكذلك حجين الغالي شكرا العفو العفو معجورين إن شاء الله معجورين البارك الله بيك الله يعزكم إذن مشاهدين الكرام كما ذكر المرحوم حمزة الزغير قال إحنا غير حسين ما عدنا وسيلة والذنوب هواي شفتها تجيلة إذن مشاهدين أحسنتم بارك الله بيك إذن مشاهدين الأحبة وصلنا وياكم إلى ختام هذه الحلقة وإن شاء الله نلتقيكم في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا إلى الكابة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر